يعطيكم العافية سابع طبعاً مبارحة ما استأخذنا عن مساحة سطح المنشور واليومنا نقل عن مساحة سطح الاصطوانة وحكينا عن مساحة سطح المنشور هي مس تساوي المساحة الكلية تساوي لي مساحة سطح المنشور المساحة الجانبية زائد اتنين في مساحة القاعدتين اتنين في مساحة القاعدة تمام؟ وحكينا ان المساحة الجانبية يا مس شو تساوي؟ وحكينا المساحة الجانبية يا مس ماذا تساوي؟ تساوي محيط القاعدة بالارتفاع محيط القاعدة بالارتفاع محيط القاعدة يا مس اللي هو حكينا عنه بالارتفاع زائد اتنين مساحة القاعدة حسب اذا كانت مربعة إذا كانت مثلث إذا كانت مستطيل إذا كانت مستطيل طول ضرب العرض وإذا كانت مربع طول الضلع التربية وإذا كانت مثلث نص ضرب القاعدة ضرب الارتفاع وهنا المساحة الجانبية حكينا أنه محيط القاعدة ضرب الارتفاع وحكينا وش يعني محيط القاعدة يعني بجموع أطوال القاعدة ضرب الارتفاع طيب خلينا كمان نأخذ مثالي مسما وجود بالكتاب صفحة 111 المبنى الظاهر في الصورة على شكل خماسي منتظم ارتفاعه 124 وطول ضلع قاعدته الخماسية طول الضلع عنده 41 أرد المساحة الجانبية لسطحه طبعا هذا منشور يامس الأسطح الجانبية هون على شكل مستطيل فلذلك عرفت أنه منشور لحتى أوجد هون مساحة المنشور يامس شو نحكي؟ نحكي إنه المساحة هو بده بس المساحة الجانبية المساحة الجانبية شو حكينا يامس يسوي محيط محيط القاعدة البرمتر ضرب ضرب ايش حكينا يامس محيط القاعدة ضرب ايش الارتفاع محيط القاعدة عندي هون على شكل خماسي على شكل مضلة خماسي ومحيط المضلع الخماسي بحكي لي كل ضلع من هاي الأضلع يامس قياسها واحد واربعين هاي واحد واربين هاي واحد واربعين هاي واحد واربين مو هيك الخماسي هيك المهم خماسي يعني خمس اضلع خماسي خمس اضلع هاي cent اضلع هاذا اضلع طول واربين وهاذا اضلع واحد واربين وهاذا اضلع واربين وهذا اضلع واربين وهذا اضلع واربين وهذا اضلعut واربعين فمحيط الشكل هون مجموعة lleg Rajam اضلع يعني 41 زائد 41 زائد 41 زائد 41 زائد 41 زائد 41 بدلا ما تجمع بسين نحكي كم ضل حماية خمسة بضربها ب41 هي نفس مجموحهم يا مس هيك أسهل لك وأسرع لك ضرب الارتفاع عندي قدام أعطيني يا بالسؤال قدام أعطيني يا بالسؤال يا مس قدام أعطيني يا مية وأربعة وعشرين خمسة ب41 40 ميتين وخمسة ضرب 124 يساوي مس 25 ألف واربعمية وعشرين متر مربع لأننا هنا أوجدت مساحة جانبية شو بحكي لي هون يا مس بالسؤال اللي تحت أجد المساحة الكلية للسطح إذا علمت أن مساحة القاعدة طيب المساحة الكلية شو تساوي المساحة الكلية المساحة الكلية تساوي المساحة الجانبية زائد 2 في مساحة القاعدتين 2 في مساحة القاعدتين تمام هم بدهم إيش يمس المساحة الكلية طيب المساحة الجانبية طلعتها من السؤال هون طلعت معي 25 ألف واربعمية وعشرين زائد 2 طبعا ضرب معطيني مساحة القاعدة بالسؤال يا مسكم 39 ألف وميتين معطيني مساحة القاعدة معطيني مساحة القاعدة اللي هي 39 ألف وميتين طبعا يا مس هون 25 ألف واربعمية وعشرين زائد بنزل الصفرين 392 ضرب 2 كام يا مس 784 لما نجمع هذا العدد مع هذا العدد بيطلع عنج الجواب يا مس 13820 متر مربع لأنه هون أنا بوجد مساحة لأني أنا هون بوجد مساحة طيب هسا بالنسبة للإسطوانة يا مس خانينا نطلع على الإسطوانة طبعا هون يمس المساحة السطحة الكلية للإسطوانة بنا نتعرف عليها أولا يا مس المساحة الجانبية لسطح الإسطوانة هي مساحة سطحها المنحنة وتساوي ضرب المحيط في الارتفاع هسا برضو هون نحكي عن المساحة الكلية لمين للإسطوانة ممتازين المساحة الكلية للإسطوانة طبعا الإسطوانة مس هيك بكون شكلها بدي أوجد المساحة الكلية لإلها تساوي المساحة الجانبية برضو نفس الإشي هنا بمساحة القاعدة بس هون عندي المساحة الجانبية يمس هي نفسها محيط القاعدة ضرب الارتفاع بس عندي هون القاعدة شو يمس شو عندي القاعدة هون عندي دائرة ومحيط الدائرة اتنين باي نص القطر اتنين باي نص القطر ضرب الارتفاع زائد اتنين بمساحة القاعدة شو مساحة الدائرة؟ أنا بعرف انه أنا بعرف انه محيط الدائرة نين باي نص القطر ومساحتها باي نص القطر تربيه مساحتها باي نص القطر تربيه يدن هون ضرب باي في نص القطر تربيه هاي بالنسبة مساحت المساحة الكلية للاستوانة نفس قانون مساحة سطح المنشور بس اللهم يمس بتختلف عندي هون بمساحة القاعدة ومحيط القاعدة حسب الشكل حسب الشكل تمام تمام اما محيط اي مضلع يمس بيكون مجموعة اطوال اضلاعه بس هون الدائرة ليس مضلع ليس مضلع انها شكل منحاني فبتكون محيطة اثنين باي في نص القطر اثنين باي في نص القطر لو كان مثلث او مربع او مستطيل فبجمع اطوال اضلاعه وهذا بيكون المحيط اما هون لا بالمساحة الجانبية المحيط الدائرة بيكون اثنين باي في نص القطر ضرب ارتفاع الاستوانة طيب معطيني هون يمس استوانة في هذا الشكل ما انتو شايفين هاي بدأ ارسمها معطيني نص قطر هون كم واحد ومعطيني ارتفاحها كم ثلاثة متر نص القطر واحد متر والارتفاع الاستوانة ثلاثة متر بده المساحة الجانبية والمساحة الكلية طيب المساحة الجانبية يا ميس اختصارها ليترا الاريا مساحة جانبية شو تساوية مسحة كانت اثنين باي ار في الارتفاع ارتفاع طبعا هاي محيط الدائرة يساوي اثنين باي ار اثنين ضرب الباي اثنين وعشرين على سبعة نص القطر عندي هون واحد الارتفاع عندي هون كم اثنين باتنين وعشرين اربعة واربعين بتلاتة على بتلاتة هون على سبعة تمام اربعة واربعين ضرب تلاتة على سبعة تقريبا الجواب يمس يساوي 18.85 متر مربع طيب هسا المساحة الكلية يا ميس شو تساوي اثنين باي اللي هي المساحة الجانبية زائد اثنين في مساحة القاعدة المساحة الجانبية عندي هون تلاتة 18.85 زائد اثنين ضرب مساحة القاعدة للدائرة اللي هي باي في نص القطر تربع بنص القطر تربع تمام 18.85 وثمانين زائد اثنين ضرب 22 على سبعة ضرب خمسة تربيع عفوا واحد تربيع عندي نص القطر واحد تربيع طيب 18.85 زائد 24 على سبعة 44 على سبعة تقسموها على الاحاسب تجمعوها مع هذا العدد بيطلع تقريباً الجواب يمس 25.13 متر مربع طيب خلينا نوجد كمان هاي مس هنا عندي المساحة الكلية للأسطوانة هاي المساحة الكلية للأسطوانة يساوي المساحة الجانبية زائد اثنين في مساحة القاعدة المساحة الجانبية اللي هي محيط القاعدة ضرب الارتفاع اللي هي اثنين باي ار ضرب الارتفاع زائد اثنين في باي في نص القطر تربيع طيب اثنين ضرب 22 على سبعة الباي هي عبارة 22 على سبعة ضرب قيمة الار كم هون عندي قيمة الار يمس قيمة الار بالسؤال اللي هي نص القطر كم خمسة بالارتفاع كم عشرة زائد اثنين ضرب 22 على سبعة ضرب نص القطر عندي هنا خمسة تربيع طيب على الالي حاسبه هون يا مس اثنين باثنين وعشرين بخمسة بعشرة على سبعة بيطلع تقريبا ثلاثمية واربعتاش فاصلة تسعة وعشرين زائد واتنين واتنين باتنين وعشرين بخمسة وعشرين على سبعة بيطلع تقريبا على الالحاس بيمس مية وسبعة وخمسين فاصلة اربعتاش جمحهم بيكون اربعمية وواحد وسبعين فاصلة تلاتة واربعين سنتيمتر مربع لاني هون انا يمس بعبر عن مساحة وليس محيط اشتركوا في القناة